السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الاول انا باعتذر وبشدة عن الغلطة السخيفة اللي حصلت مبارح في الفيديو بتاع ماجنس كارلسون وناكامورا لما عكست الصورتين وبالتالي احدفت لك رابكة والاخبطة وانت بتتفرج انا باعتذر بشدة يعني الفيديو ده كان من حاجات اللي انا تعبت جدا فيها وحاولت ان انا تلحها بشكل كويس لكن سبحان الله سعاد بيحصل اخطاء كده نصبها فسامحوني وان شاء الله اعوضها لكم في هذا الفيديو الجميل وكل الصور تكون في مكانها والامور تبقى حلوة النهاردة هنشوف مطشين كلاسيك من الجولة رقم 3 لطولة النرويج 20-23 ولما تسمع ان المطش الاول ما بين عبدالستاروف وفيروزة اتنين شباب 2700 جامدين اوي تتحمس تعمل لايك وتشترك في القناة يعني اللي هو اللي دايما بيتفرج وما يعملش لايك ده يمكن النهاردة يقرر يعمل لايك يمكن اوكي تعالوا نشوف ايه اللي حصل اوعدك انك هتشوف مطشين كلاسيك في منتهى الجمال ده الاول بتاعهم نويدربيك عبدالستاروف هيلعب بيدق وزير وفيروزة هيقابله ببيدق وزير سي فور كوينز جامبت هتقبل البيدق يعني يبقى كوينز جامبت اكسبتد ولا هترفض البيدق بانك تلعب الكوينز جامبت ديكلايند اللي هو شبه الفرنسي بس بيتلعب على بيدق وزير يعني تقفل على فيلك ولا هتلعب اللي شبه الكاروكان شبه جدا بتاع الكاروكان اللي بيسيب الفيل مفتوح ده اسمه بعد انت بتقول للاسود انا ما عنديش اي مانع انك تقبل البيدق ده وانا ااخد بيدقين في الوسط وده اسمه منورة جيلر افم جيلر الراجل اللي كان بيحضر لينات لسباسكي وكاربوف عشان يغلبوا فشر لكن فيروزا قرر ان يلعب The semi-sloth سلاف نص بقى اسمه كده semi-sloth اللي هو انه نفس السلاف بالزبط بس بتقفل على الفيل تعمل التريانجل او المثلت ده بس تقفل على فيلك خش عداتها بيزت لقى اسمه semi-sloth defense والان e3 لاحظ ان كل واحد منهم ما زال في تحضيراته نايت بي دي 2 اي ان و الان بدلا من ان يبيت مرة واحدة املاعب بي 3 عاوز يلعب بيشيب بي 2 وصاحبنا املاعب بي 6 عاوز يلعب بيشيب بي 7 لو الاسود استطاع بنجاح ان يلعب سي 5 هيبقى شكله شبه الابيض اخد الايكواليتي بيشب بيشب تبييت تبييت في مشكلة مفيش مشكلة كوين سي 2 بتحضر لإيه يا فاندم بحضر للايي 4 روك اي 8 هل ممكن يلعب الاي 4 دلوقتي بصراحة لو لعب الاي 4 هندخل في تبسيطات وريح الاسود بسهولة يعني ايه الكلام ده يعني لو لقبت ايه 4 ماهيش غلط وتلعبت قبل كده في هذا الشكل لكنها بتعمل تكسيرات كتير وتبسط الدور على الاسود بعد بيدأ في بيدأ ياكل 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 هات الوزير الوزير يتزحلق هنا مثلا فتقوم انت ضارب الوسط خلاص الفيل تفتح لو اكل تاكل معك في لين جمدين على جناح الملك حتى لو اكل 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 اه هو عوجلك البيادئ لكنك سبته بامتياز في لين وده كافي جدا كتعويض عن عوجة البيادئ لو فتحنا دلوقتي بار التقييم هنلاقي ان الاسود مع تفوق واحد في هذا الشكل وانا مش هقفل بار التقييم لو هو مش موجود من اول الفيديو فسامحوني اوكي نعود نعود مرة اخرى الى المباراة حيث بعد كوينسي 2 عاوز يلعب الاي 4 دلوقتي روك اي 8 جات وعليها روك اي دي وان على فكرة دلوقتي دفع بيدقية زي اي 4 قوية يعني لو انت لعبت مثلا نقلة منطقية زي روك سي 8 مثلا مش منطقية ناتشرل نقلة طبيعية جدا ان انا بجيب الرخ في وش الوزير دلوقتي اي 4 جامدة عارف ليه عشان بعد بيدقية ياكل 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 هات يمشي C5 مش موجودة عشان باكل ما بيقدرش ياكل بالفيل لاياكل بالبيدقى بادقى ضعيفة لاياكل بالرخ والفيل ده دايما مربوط فبشب هنا جامدة تفصيلات بسيطة بس هتفاهمك الدور ولذلك بعد الرخ ما جات هنا املعب كوين اي 7 بعد عن الرخ وبيحضر يكسر الفيل ده ببيشب اي 3 نقلة مهمة لان الفيل ده لو اتفتح له الوطر هيبقى موضوع مزعج الرخ الاخيرة جات في المباراة الرخ الاخيرة جات في المباراة والان اتش 3 نفس للملك اتش 6 نفس للملك انتظاري كل واحد سايب التوتر في الوسط محدش حاوز يأكل ولا يدفع ولا يعمل فيه توطر وكل واحد بيلعب على الهادي بيشب اف وان انتظاري وفتح الطريق للرخ في وش الوزير بيشب اي 3 هات الفيل مفيش مانع بيدق في بيدق في بيدق والان اكل اكل ولعب احسن نقلة في الشكل الى وهي غريبة شوية بس احسن نقلة روك بي وان لماذا؟ عاوز يلعب بي فور يعني لو انت لعب نقلة انتظارية كده مثلا بي فور قوية جدا هذا الوزير على وشك ان يتقفش يتقفش ازاي جلع؟ روك بي 3 خلاص الوزير هيتحبس النقلة الوحيدة المنطقية انت تلعب حاجة زي كده وبعد ما لعب روك بي 3 تستخبه واعتقد دلوقتي اي فور قوية جدا على الاقل هتسقط بيدق بس بيدق حيوي يعني بتفوق اربعة على الانجن المهم روك بي وان لعبت وعليها اي 5 ممنوع تلعب بي فور دلوقتي لو لعبتها حاكل وافتح طريق للوزير ومعي هيبقى بدأ هنا قوي بتنبو على الحصان بي شب باك تي 3 كوين باك تي 7 كوين بي 2 باصص على الوطر بيحضر للدفعات البيدقية دي ان امكان نايت اي فور لعبت الان بفكرة انك لو دفعت اكل لو اكلت انكسر الحصان ببلاش وبالتالي صاحبنا حمل حصان بتاعه وعدل عن فكرة انه يلعب البي فور كمان الرخة حطاها في وضع افضل لانه ممكن يضغط على فكرة السي 6 والسي 5 لو تلعبت نايت جي 5 عاوز يكسر الحصان المدافع ولو انت اكلت اكلت ممكن الرخة تلاقلها طريق تلعب بيه شبه قوي اللي هيحصل في المطش وهنا نايت اي فور لعبت نقلة جميلة بتحط كماشة على دفعة البيدق روك اي 6 لعبت وبعدين يا سي دي كوين اي 2 الانجين ميدي هنا نقلة بمنتهى الصعوبة الا وهي كوين دي 2 ايه فكرة كوين دي 2 فكرة عميقة كتير ليه يا عم؟ قالك لو لعب سي 5 دلوقتي تلعب عليها اف فور اوكي كوين جي 3 تلعب البشب ماشي يمشي ياكل ياكل وبعدين بعد ما تاكل دي 4 مش موجودة الابيض هنا احسن بكتير علشان بيقدر ياكل تاني وما تقدرش تاكل عشان الرخة متعلقة امال ايه اللي حصل في الماتش اللي حصل في الماتش كان مش كوين دي 2 كوين اي 2 طب ماينفعش نعمل نفس اللي حصل من شوية يعني ماينفعش بعد سي 5 اللي تلعبت في الماتش نلعب الاف فصاحبنا يمشي فنطلبه فيعمل كده فياكل فناكل فياكل فيلعب دي 4 فما نعبروش وناكل ينفع قالك لا هنا دي 3 موجودة بتمبو على الوزير ما كانتش موجودة لجا لا ما كانتش موجودة عشان الوزير كان في الدي 2 والرخ دلوقتي متعلقة الدي 3 مش هتيجي بتمبو يا سلام هنا الاسود بمنتهى الحلاوة ما فيوش مشكلة خالص ما عندوش اي مشاكل الاسود الشكل التاني لما الكوين بس على الدي 2 لا الاسود كان بيعاني يبصوا الشكل التاني بالزبط عامل كده الوزير هنا فلما باكل دي 3 ملهاش معنا طفوق تسعة هاكل أوكي كوين دي 2 لعبت سي 5 بيدق في بيدق وفيروزة بمنتهى الهدوء يلعب دي 4 فاتحا الفيل هتمات في واحد يا حج كوين جي 4 يا ابن تعالى كسر اغز الشيطان ما بكسرشي طب هات الروخ اغز الشيطان هات انت الوزير كوين باكت 2 روك 2 الروخ كانت مطلوبة ودلوقتي كمان ضغط على البيدق والان 2 هات ال هات بدان كده ولا كده البيدق رايح يعني واخد بالك والفيل رايح خلاص خد لو سمحت هذا البيدق وهات الفيل لما تاكل أنا هبأهرب بالفيل لكن روكسي سيكس تلعبت ودلوقتي فيروزا جه عليه الدور أنه هو يأكل الفيل ما أنت لسه أاخد فيلي فأنا علي الدور أن أنا كمان أخد الفيل فيروزا يقول لا هناك قوة النقلة البينية أو الانبتوين موف أو شوشنزوج بالألماني مليش في الألماني فبنطقه غلط معلش بيدأ في بيدأ الأول يا سلام طب مهرب بالفيل لا تخسر وزيرك كيشن يا عم مامشي طب غلط تخسر دخك شوف لك حل وبالتالي بيدأ في بيدأ الأول نقلة قوية هي الوحيدة اللي بتدي شوي التفوق للأسود لعب عليها كينج أف وون الأفضل أنك كنت تاكل عادي وتهدي أعصابك وما يقدرش يأكل هنا هتاكل ودلوقتي هو يرجع قطعته وانت تاكل هنا يعني الشكل مقبول أربعة من عشر للأسود لكن كينج أف وون التي لعبت لعب عليها استرجاع القطعة والآن كوين إي ثري ما بكسرش ولو سمحت هات الرخ أفضل نقلة لحماية الرخ أن تعود إلى إلى السي تو محافظة على الصف الثاني أو تسيبها مكانها وتحميها بالوزير بكوين سي ثري لكنه رجع وراء خالص في السي وان هل دي بلندر؟ روك إي ايت لعبت هات لو سمحت الوزير والآن الوزير يتحرك فين؟ مثلا لو تحرك الوزير سي ثري دلوقتي نايت إي فور دايما جامدة بتمبو وبضربة على الأفتو ولذلك صاحبنا ناتش بيدأ في السكة بدام كده ولا كده نايت إي فور جاية قوية نايت إي فور لعبت على أي حال احمي البيدأ دا لو سمحت آه هو محمي بالوزير بس الوزير مش كافي علشان لو أنا أخدت البيدأ وهو الدني الوزير رخ وحصان أضعف من وزير كامل وبيدأ وبالتالي الروخ الأخيرة تحركت هات لو سمحت الوزير وقف الفيديو وفكر ماذا لعب فيروزا النقلة الوحيدة اللي تدي له تفوق أربعة في هذا الشكل وأنا هاعتبر أن أنت وقفت ورجعت النقلة الفيروزية الخطيرة نايت تيكس أفتو بوم فيروزا أنت سيبت وزيرك ما أنا عارف خليه ياخده كده ودي له مات في اتنين كش مات جا سلام آه أوكي أوكي يبقى الوزير لا يمكن أن يمس ماتحك عليك يا فيروزا ركل الرخ تاكل واربطك خلاص شلت رخين بقى ما فيش مات ولا حقا شت ماتعرفش تروح بره عشان الوزير واقف آه الوزير مربوط بس ما ماتش هو عايش موجود على الرقع ما ينفعش تهرب بترجع فينا ما ينفعش فاتغطي برضو تاخد مات عظيم أوكي طب ما العمله إذن بعد أكل أكل أم لعب له كوين تيكس أفتو خلاص هو مالهاش حل طب حاولت روح بأي حتة تانية حاولت نمشي بالرخ مثلا تمشي بالرخ هنا مثلا هيدي الكش برضو متات في اتنين مالهاش حل لو أنت عايز فتجنب المتات إلا أن أنت تضحي هذه التضحية وباقي المباراة إذا ماتر أوف طايم إذا ماتر أوف طايم مسألة وقت اللي حصل في الماتش إن هو أكل قد له كش الأول وبعدين أخد وفيروزا قدر يترجم هذا الشكل ببساطة وببراعة تخلص من بيدق الضعيف لو أكلت تخسر حصانك بدأ في بيدق بدأ في بيدق وناتش بيدق كمان وبعد شوية نقلات واخد بالساعتك بدأ في بيدق بدأ في بيدق فيروزا في هذا الشكل بعد روك رح حمل بيدق الرخ تحركت لعب أفضل نقلة في الشكل H5 على الهواء لو أكلت هدفع البيدق يبقى معايا متيريال كتيرة جدا ولو ما أكلتش زي ما حصل في المباراة ولعبت كينج جي 2 أنا اللي باكل وتتحرك جي 3 هات الوزير مشي والملك تحرك تلعب إيه عشان تخلص هذه المباراة لو كنت مكان فيروزا النقلة الجميلة كوين F2 يا جمالك يا حلوتك لو أكل أكل لا يمكن أن تمنع أن تمنع وجود وزير جديد على الرؤعة لو مشيت من وشه مثلا أديك كش على الهواء لما تاكل أدفع البيدق وافوز بالمباراة ويفوز فيروزا بطريقة فضيعة أوكي المباراة رقم 2 لو أنت لسه موجود معي لحد دلوقتي فأنا بشكرك وبشدة وأتمنى لو نسيت تعمل لايك من أول المباراة أن تضع لايك قريب جدا كنت قاعد مع أحد مسؤولي اليوتيوب هما بيتواصلوا مع القنوات الناشئة اللي هي النشيطة وبيعملوا معها مقابلات علشان يقولونهم على النصيح إزاي القناة تكبر وإزاي القناة تنتشر وحاجات زي كده فلما كلمتوا على اللايكات قال لي اللايكات ما فيش عليها أي فلوس لكنها فعلا بتساعد جدا إن القناة تنتشر فلو أنت فعلا عاوز تدعم القناة مجانا لا أنا هكسب فلوس من اللايك ولا أنت هتدفع فلوس قط لايك بس القناة الفيديو اللي قدامك ده هيوصل للناس كتير مهتمين بنفس النوع من المحتوى شكرا لك بدأ وزير من كاروانا هذه المباراة كاروانا هيلعب على طريقة ماجنس كارلسون ده مش عنوان أخاذ عشان تخش تتفرج دي حقيقة مش مصدق يلا بينا أريان تاري يلعب نايت أف سيكس سي فور إي سيكس بادئا النيمزو يعني لو أنت لعبت نايت سي ثري شكله هيدخل في النيمزو أو الكوينز انديان نايت سي ثري لأ رجع لعب على نايت سي ثري كوينز جانب دي كلايند دي فايف شكل ممتاز دلوقتي كاروانا ممكن يلعب الكتلان على فكرة يعني ممكن يلعب جي ثري بيشب جي تو لكنه قرر أن يلعب الكوينز جانبت اكس تشينجي فارييشن بيدأ في بيدأ بيدأ في بيدأ والحصان الثاني طلع عادة ده مش أحسن شكل للأبيض يتلعب علشان بالفعل أنت قفلت على بيدأ الـF وبالتالي أفكار F3 في E4 ما عددش موجودة وبالتالي الإسود المفروض ما يبقاش الآن إطلاقا في هذا الشكل لكن لابد أن يعلم ما الذي يفعله الإسود C6 Queen C2 ممنوع تطلع على الوطر الطويل G6 مش عشان أفنكت عشان أدعم الفيل على الوطر الطويل لأن نقلة زي دي مش أحسن حاجة هيقعد يقول لي أنت جاي تعمل إيه عادي لو أكلت حاكل وهدعمل E4 وهفتح فايل و7 من 10 للأبيض فالنقلة دي مش الأفضل الأفضل بيشب هنا بس مش متاحة G6 بيشب جي 5 بيشب E7 ما أنا قلتلك بقى هو مش فتح عشان يحط الفيل هنا هو طالع يكسر ربط عادي E3 بيشب F5 في الفوش وشكرا تخلصنا من الفيل السيء ما فيش مشكلة تبيت والآن والآن فقط لعب بيشب تيكس أعتقد بس عشان برضو ما تخنيش المسائل لو أنت لعبت مثلا تبيت فيمكن نايت E4 تكون موجودة لا ما أعتقدش نايت E4 نايت E4 موجودة أوه عليها بيشب H6 النقلة الوحيدة الحلوة بس لو كانت H6 مش ملعوبة نايت E4 جيدة عشان لو أكلت باكل بتمبو على الوزير ولو أكلت الأول باكل بالوزير حامل بيدا بكسب قطعة في H6 G6 الوحيدة اللي عاملة مشكلة بيشب H6 جيدة لكن في عدم موجود G6 نايت E4 قوية المهم دلوقتي لعب بيشب تيكس بيشب تيكس وأم قال لك أنا يا عم ماجنس ده أنا كاسبان ماجنس كارلسون H4 لسه مش النقلة دي بس اللي بقى شبه ماجنس كارلسون فيها 9A6 رايح هنا H5 على أي حال هنا أفضل نقل كنت تلعب Queen D7 عشان لما ياكل تاكل بالبدأ ده وتحمي بهذا الشكل وأربعة من عشرة على الإنجن خمسة من عشرة دلوقتي أربعة من عشرة يعني شكل ملعوب جدا ما فيهوش مشاكل للإسود لكن ما حدث أنه بحث عن لعب مضاب Counter Play ففكر أن يفتح File C برضو مش فكرة عملية جيدة لكن أنت تلعب الآن كاروانا لعب Roch D1 محافظا على أن المربع ده يبقى Roch Solid يبقى قوي جدا قوي كالصخرة لماذا؟ علشان أنت طول ما الوسط مغلق طول ما أنت عارف تعمل مناوراتك على هذا الجناح والهجوم بشكل جيد Knight before hat الوزير Queen E2 دلوقتي لو أكلت أكل لو أكلت أكل بالرخ والوسط مغلق وهناك ضغط جيد على بيدق D5 المعزول Roch E8 بص بقى مجنس اللي جايدة King F1 Roch C8 بيدق في بيدق بيدق في بيدق G3 King G7 King G2 التبييت manual وترك الرخ في الفايل للهجوم دي فكرة مجنسية جابها منين مجنس من Alpha 0 يعني Alpha 0 كان يلعب الأشكال دي ولما كلمه مجنس في الأفكار دي وأنه هو بلعبها كتير قال أنا بحاول أتعلم من Alpha 0 بيدق في بيدق لعبتي الآن Knight takes طبعا لو أكلت أكلت انت ضغط بشكل أسطوري على هذا البيضق كمان شوية عايز بس تمشي الحصان يرجع والبيدق يسقط فدي فكرة سيئة ناهيك عن إنك تخلصت من فيل يعتبر مدافع للملك عن المربعات السوداء هنا Queen D7 برضو كانت فكرة جيدة لكن Knight C6 لعبت في المباراة عاوز يأكل فما ينفعش تأكل هتخسر فرق أو ما ينفعش تأكل هتخسر وزيرك فصاحبنا مشي من ويش الرخ والآن Rook E5 الحصان يعود عاوز يأفل هذا الوطر هذا الفايل من ويش الرخ Rook F5 أفل السكة وخد بالك إن دي مش قطعة على الإطلاق علشان Rook TX D5 الرخ متعلقة يعني لو أنت أكلت هاكل والرخ بلاش ولو أنت أكلت هاكل بالحصان ومعنديش مشاكل ولو أن الانجين مدي كمان حاجات أقوى من الأكل بالحصان ممكن تدي هنا كش جمدة برضو يعني الكش هنا كمان جمدة أوكي ولذلك في هذا الشكل لما الحصان جم من هنا يعني الفكرة بتاعت إن الحصان يرجع هنا في هنا آه أقفل السكة هنا واضغط بثلاث قطع على هذا البيدق المعزول وبالتالي أحسن نقلة إن أنت تتخلص من أحد مهاجمي هذا البيدق بيشيب تيكس بون تيكس كوين جي فايف والآن كوين إي تو مشي من وش الرخ الانجين بيقول لعب روك إيج تو ولو جيف وشك تكسر الارخاخ وتلعب روك بي وان ضاغطا على المربعات الضعيفة أو البيدق الضعيفة لكن ما لعب في المباراة بشكل عملي كان كوين إي تو مشي من وش الربطة والآن كوين إي سيبن كانت بلندر كان الأفضل منها أن تلعب روك بي ايت والشكل أفضل إلى الأبيض معتها فوق واحد ونص كوين إي سيبن لعبت وسقط البيدق هو كان الأحسن أنك تحمي البيدق لكن البيدق بهذا الشكل سقط طب يعني سقط عشان أريان تاري لألفين ستمية ما كانش شايفه لا كان شايف بس كان محضر أن لما ياكل هلعب كوين هنا وإذا دفي على البيدق الآن أضغط ما يقدرش يأكل عشان الوزير متعلق فصاحبنا جاب الرخ الأخيرة وبيقول له على فكرة أنا بحضر أن أنا أكل وهنا لعبت ألبي لندر من أريان تاري كوين سي ايت ما تقدرش تاكل لأن الرخ طلب الوزير بس بيني وبينك هي هتبقى وزير فرخين ده في أحلك الظروف في أسوأ الظروف وزير فرخين حلو للأبيض لكن يا ريت هتيجي على وزير فرخين وجيم متعادل ما حدث في المباراة أن نتش صاحبنا هذه الرخ وتفوق عشرة للأبيض بعدما أخذ الوزير النقلة البينية النهاردة يمكن يبقى الدرس المهم اللي انت تسمعه النهاردة النقلة البينية الانبتوين موف كيش أولا كينج اف ايت وبعدين روك تيكس روكين قصاد الوزير لكن البدء ده عمل شبكة متات أسطورية أنا عايز أجي كده كمان شوية وحاول أجديك متات لو الوزير يتحرك اللي جاف عناية دلوقت أنه ممكن أجوز وارمي الحصان ضع الهواء لو أكلت أديك كش مات لو ما كلتش هديك كش في كش مات واو كوين اف 5 والآن دفع البيضاء عشان يحمي الحصان ويحضر لجوزة الارخاخ قفل السكة حط الرخين اداله كش ماشي وقال له العباء في ايه فانسحب هنا لماذا؟ إن الحصان مطلوب ولو تحرك الحصان في اي مكان كش مات ولا يستطيع حماية الحصان الانجين بيقول كل كده بس عشان ما تاخدش مات وبعدين كل كده وتفوق عشرة للأبيض ويفوز كاروانا من الكلاسيك يظهر أمامك الآن صورة بها ترتيب اللاعبين بعد الجولة رقم 3 أتمنى تكونت بسطت واستمتعت بهذه التغطية لايك لزيز واشترك عندنا لو مهتم بهذا المحتوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة